بجد يا بنات دعاء على القهوة ان شاء الله هتدعي لك خلال تلاتة ايام بس هتنزل معاك كل الدون الكرش. وهتنزل معاك كل الدون العنيدة هتخلي بطنك كل زق في دورك. مش هتخلي لبطن زايدة ولا جوانب ولا ارداف. واتخلصك من كل المشاكل اللي دايما بالدائج. عملنا كل حاجة وعملنا رجيم وعملنا كل حاجة برضو. ما فيش ولا حاجة جابت معينا نتيجة. ان شاء الله جرب المعلقة دي المعلقة دي معلقة جبارة هتنسف معاك كل الدون خلال تلات ايام بس. حط رايك ويلا بنا نشوف الوصفة دي عملناها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوزل لكم يا بنات يا رب تكونوا بخيروا في افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة من افضل واحسن الوصفات. مصفتنا النهاردة وصفة سهلة وبسيطة وان شاء الله هتجيب معاك نتيجة من اول تلات ايام. هنستخدمهم فيها ان شاء الله هتنزل معاك كمية. الدهون عاجبة جدا. هتنزل معاك وازنة وهتنزل معاك دهون. هتنزل معاك كل الدهون العنية ده المتكتلة اللي بقى لها زمان وما تنزلش. هتنزل معاك مع الارضاف هتنزل معاك كل الدهون الموجودة في منطقة الارضاف والبطن والجوائب. تمام? كمان الميزة الحلوة اللي في وصفتنا النهاردة ان هي بتزود معاك معاك تلحر وكمان بتشتغل على منطقة الصدر. ناس كتير تقول لي على عندي المنطقة بتاعة الصدر. فقط رهولات آآ حاسة ان هي يعني فيها دهون او حاجة زي كده. فده ان شاء الله جماعة الوصفة اللي احنا هنعملها النهاردة ده كلتا هتشتغل على جميع المناطق اللي فيها دهون او اللي هي تحس ان هي مليانة شوية. تمام? نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط الياقات لكتير للفيديو. عايز يا بنات اي حد بشوف الفيديو يضغط لايك. اللايك بيرفع الفيديو بخليه يوصل لأكبر عدد من الناس وناس كتير تشاهدوا. وكمان شايروا الوصفة علشان ان شاء الله ناس كتير تستفيد من وصفتنا النهاردة. يلا بنا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مع بعض اول مكون في المكونات بالعين. اول حاجة كده منات معي طبعا آآ قصرولنا كده او اي حاجة ان شاء الله نحطها على النار. واول مكون معايا في الوصفة بتاعت النهاردة طبعا اللمون او الحمل. هنستخدم كده لمونة زي ما ان شايفين معايا بالشكل ده كده. تمام? عايزاكم تتابعوا معاني الوصفة الاخر عشان ان شاء الله تعملها صح واجب معاكم نتيجة مزبوطة. ده طبعا يا جماعة الوصفة بتاعتي اهو او اللمون هنقطعه كده زي ما ان شايفين كده وهناخد اللمون بالقشر بتاعه بالبزرق كله اهو. عايز اقول لكم يا جماعة احلمة في الوصفة كمان ان القشر بتاع اللمون ان هو في مواد يعني تعتبر كده حركة لدهون بتزود معاك معدل حرق كويسة جدا. المادة زيتية اللي موجودة في اللمون ده كويسة جدا يا جماعة بتزود معانا معدل حرق. طيب لغض اللمونة بعد اللي احنا قطعناها بالشكل ده كده وهنحطها كده هوت. تمام? آآ بالشكل ده كده. طيب المكون التاني اللي معايا. تعالوا بقى كده يلا نشوف مع بعض تاني مكون وتاني مكون دهوت اللي هيزود معاكم معدل حرق هينزل معاك الكوتل من الدهون. وكمان احلى حاجة تاني هي هينزل كل السموم الموجودة في الجسمات. ايه اللي هو? طبعا يا جماعة المكون دهوت اللي هو فص الطوم. تمام? ده طبعا هناخده كده هوت. واحنا بشروع. بالطريقة دي كده. اهو. دي كده خلاص بشرناه اهو. وهننزل دلوقتي. طبعا يا جماعة كلاتنا عارفين انه الطوم كويس جيد من جيتنا في حرق الدون. علشان كده اي وصف انا بستخدم فيها الطوم بتكون وصفة كويسة جيتنا اللي وصفة مضمونة وبتجيب معنا نتيجة. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه? معي المكون تالت. اللي هو القرنفل او المسمار. ده كده يا جماعة الشكل القوت. ده بيجي من عند العبطار زي ما انت شايفين بالشكل ده كده. طبع يا جماعة ده احنا بنقول عليها قرنفل او المسمار. بس انما بقى يعني لو اسامة دانية في دول تانية انا معرفش. يا رات يا جماعة الناس اللي بتتابعنا في دول العربية بتكتب لي اسمه برضو علشان ان شاء الله كلنا نستفاد منه. تمام? ده كده هناخد اهو كمية قمت حوالي كده يعني ايه? نص معلقة بسيطة. بصوا بالشكل ده كده. مش هنقطر لان كدر يا جماعة برضو هيقلب عنيك بنتيجة العكسية. فالاحسن ان احنا ناخد نص معلقة صغيرة يعني حوالي خمس ستة حبيات كده القهوات او بالمقدار ده كده. ما نقطرش. هنعمل ايه دلوقتي? هننزل على بالماء المغلية كب بيتان ماء مغلية. انا حطت ماء مغلية تسهل عليها الغليان. ده كده يا جماعة المكونات جاهزت معي. انا حطت ماء مغلية علشان تسهل علي آآ الغليان. كده كده احنا لسه هنحطه على النار بتغلي معي. حبة تحط مية ملحة فيها ما فيش مشكلة. هنغطى عليها بقى اهم حاجة الوصفة اللي انت بتعمليها لازم تغطى عني. دلوقتي هنغطى على او انسيبها كده حوالي خامس زي على النار هدية. ده كده يا جماعة الوصفة دلوقتي جي غليت معي اهيت وبقت جاهزة. شايفين? بقت عاملة ازاي? اهم حاجة يا جماعة الوصفة يضغطى عليه. شايفين اللي بخلو انتم شايفين وطلع دول? ده طبعا انا عايز استفاد منه. علشان كده انا بقول لكم دايما نغطى على الوصف. علشان بس انا نحضر معكم الوصفة فانا يعني ايه? آآ حاولت ان انا اكشفها دلوقتي علشان انت برضو تشوفها معي. بس انتم يعرفوا الطريقة وخلاص. هنبدأ دلوقتي ان احنا نصف الوصفة بتاعتنا في الكوبة. عايزاكم تتبعوا الوصفة معي كويس جدا لان اهم من الوصفة طريقة الاستبناء. دلوقتي كده هنصف الوصفة بتاعتنا ايه بالشكل ده كده. تمام? لان الفائدة كلتها خلاصة انا خدتها في قلب المي. طب هنعمل ده بعد دلوقتي الوصفة اللي معها معي طبعا ايه ده كده اهوات. المقام بقى ان شاء الله ان احنا هتقطر. اي نوع اهوة انت ممكن تقطيها بس المهم عندي بكل اهوة مسارات الزوابط. تمام? ده كده هنقض معلقة من الاهوة ونبدأ ان احنا ها نقلبها كويس في الكوبة تعليم. بايت ما تبوش معي خالص زي ما انت شايفين بالشكل ده كده. اهو. بعد كده هنعمل ايه? هنغطى طبعا بالشكل ده كده. اهو. وانتركها كده لمدة خمس دقايه لمدة سبعة دقايه على حسب ما تبرد معك. بعد كده ان شاء الله هنبدأ ان احنا هنشرب الوصفة بتاعتنا. ولو انتو حابين تحط عليا معلقة عسل نحلى او نص معلقة يا جماعة ما فيش اي مشكلة خالص. تمام? طيب. اه دلوقتي الكوبة جهزت معي بقت بالشكل ده كده. طيب هناخدها امتى? بالنسبة الناس يا جماعة اللي عندهم السمنة زي ده هياخدها مرتين في اليوم. مرة الصبح كده على الريق هتبقى كويسة جدا. والمرة التانية ممكن تاخدها قبل وجبة الغداء او قبل وجبة العشاء. لو انت بتتعاش ولا حاجة او لو انت خايفة ان انت تصهري خدها قبل وجبة الغداء. تمام? الناس اللي هي حابة ان هي ممكن تاخدها قبل وجبة العشاء وخايفة ان هي ما تصهرش ولا حاجة. مش مشكلة اخدها قبل وجبة العشاء. اهم حاجة تاخدها قبل وجبة من الاتنين دولة العشاء او الغداء. تمام? طيب اه دلوقتي كده يا جماعة بالنسبة بقى للناس اللي هي دوبك عندها بطن عندها جسم كويس. بس يدوبك عندها منطقة البطن هي اللي برزة شوية او فادون. فتقدر ان انت تاخدها بعد وجبة الفطار بنص ساعة. دي هتبقى كويسة جدا. مرة واحدة بس في اليوم هتبقى حلوة اوة. تمام? دلوقتي عارفنا بالزبط يعني ايه? انا يعني تعاملت ان انا اطولوكم فيه علشان بتفهموا يعني ايه? وتاخدها بالزبط محدش يتلقبط فيه. تمام? ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى يا رب يكون عجبكم. ملاقعة بكم ان شاء الله متنسوش تغطيكات كتير للفيديو. وشيروا الوصلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة